نذكرين بالمثنى والوليد هم عباد الله في الزمن المجيد إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقع لعلي بن مديني محنة وكل العلماء تقريباً يعني لا يكاد تقرأ في ترجمة عالم إلا لابد أن تجد له محنة محنة علي بن مديني التي نال الخصوم منها منه بسببها واستغلوا موقف الإمام أحمد من علي بن مديني من شيخه الذي كان يبجله وكان يقدره ويوقره الفتنة المعروفة بفتنة خلق القرآن والفتنة دعني تكلمت عنها كثيراً وكل ما أتكلم عنها أجيب سرط الإمام أحمد فيها الذي ثبت ورفع الله عز وجل مناره وأعلى كعبه بسبب الصبر فيها المعتصم عرض العلماء على الصوت بل على السيف والذي كان لا يجيب ويقول القرآن مخلوق إما كان يقتل أو يسجن أو يقطع راتبه من بيت المال لابد أن تناله عقوبة من العقوبات فعلي بن مديني كان ممن أجاب في المحنة وذكر حديث عمار وذكر حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما اللي هو ملخصه أن المشركين عذبوا عمار بن ياسر وهذه القصة لها أسانيد مختلفة مما يدل على أن لها أصلاً على الأقل وهو حديث حسن المشركون عذبوا عمار بن ياسر وكان ضعيفاً ضعيف البنية واشترطوا عليه حتى يطلقوا سراحه أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له قل هو ساحر هو كاهن ومجنون فقالها عمار فلما برد جلده جعل يؤنب نفسه كيف أقول هذا على النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه من الظلمات إلى النور وهدان الله به مثل هذه المعانية فانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه ما جرى تماماً فقال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام وقالها عمار كيف تجد قلبك قال رسول الله أجدوه مطمئناً بالإيمان قال يا عمار إن عادوا فعد أي إن عادوا إلى جلدك وإلى ضربك مرة أخرى فعدوا إلى سبي طالما أن قلبك أجنبي عن اعتقاد مثل هذا فتأول علي المديني وقال لي في عمار أسوة وسجنوه في بيت مظلم ثمانية أشهر قال لابن عمار الموصلي لما قالوا الجماعة بالعلماء منهم من يكفرك ومنهم من يفسقك والكلام ده لأنه أجاب وقال القرآن مخلوق فقال له إني سجنت في بيت مظلم ثمانية أشهر حتى خفت على بصري وأنت تعلم أنني لو ضربت سوطاً واحداً لمت ما كان يتحمل يتحمل الصوت وأخبر القوم أنني أعتقد أن هؤلاء كفار الذين يقولون أن القرآن مخلوق أعتقد أنه كفار لكن لم يتحمل البلاء علي المدين هو لا حقيقة ما حدث لكنه بعد ما انفرج البلاء خرج وأعلن توبته وأعلن على الناس عقيدته فيه بعض المحن تكثر فيها الحكايات الكاذبة بالذات إذا كان هناك كارهون لي الشخص الممتحن زي علي بن مدين فطلعوا عليه بعض أكاذيب فمن القصص بقى المكذوبة المنسوبة لعلي بن مدين رحمه الله قصة الراه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في المناظرة التي جرت بين أحمد بن أبي دؤاد اللي هو تولى كبر هذا الأمر وهو الذي مسح دماغ المعتصم وأدخل عليه هذه البدعة القبيحة التي جرت على الأمة ويلات كثيرا كنا في غنى كامل في غنى تام عن هذه الويلات لكن كان أمر الله قدرا مقدورا فأحمد بن أبي دؤاد بناظر أحمد بن حمل فيقول للمعتصم إن هذا على الإمام أحمد يعني يزعم أن الله يرى في الآخرة أن الله يرى في الآخرة وَالْعَيْنُ لَا تُبْصِرُ إِلَّا مَحْدُودًا لها منتهى ما فيش حاجة اسمها لا منتهى لمخلوق أي مخلوق له منتهى العقل له منتهى السمع له منتهى البصر له منتهى فزي ما احنا بنقول مثلا بالنسبة للبصر لو كنت أنت في صحراء شاسعة مترامية لأطراف ونظرت إلى السماء منتهى بصرك بيشوف السماء شكلها إيه بيشوفها زي ما هو واقف كده عالية كده ولا بيشوفها منطبق على الأرض منطبق على الأرض نازل على الأرض آخر منتهى بصرك حتى لو كنت أحدى الناس بصرا لو كنت زي زرقاء اليمامة مثلا آخر منتهى البصر السماء نازل على الأرض لو لفيت من كل الجهات تلاقي كأنك انت واقف في خيمة طب هل فعل أن السماء مع منتهى البصر فعل نازل على الأرض الجواب لا السماء في هذا المكان اللي تشايف أنها نازل على الأرض زي السماء اللي فوقك تمام في الارتفاع طب إيه اللي خلى كده بصري خلص انتهى بصري إلى هنا فهو بيقول له كيف يرى الله عز وجل في الآخرة والله عز وجل غير محدود ما تقدرش تحد ربنا سبحانه وتعالى بتقول من هنا لهنا وادخلوا شبهات عقلية والكلام ده فكيف يرى الله وهو غير محدود بالمحدود وهو العين فيا المعتصم بيقول لأحمدي ما تقول قال يا أمير المؤمنين حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم لا تضامون في رؤيته يوم القيامة ترونه كما ترون البدرة كما ترون البدرة إسناد بقى إيه سبيك الدهب رمام أحمد ما عندوش إلى القرآن والسنة ابن أبي دؤاد عند العقل الذي أضله والذي لا يلتزم بالوحي قرآن وسنة لابد أن يضل لازم يضل فالمعتصم التفت إلى ابن أبي دؤاد أنه ها تقول ليه في الكلام ده لأن حديث كما قلت لك الإسناد سبيك الدهب يعني محمد بن جعفر غندر شيخ أحمد وعادين شعبة وبعدين بقى خلاص بقى اسمعيل بن أبي خالد وعادين قيس بن أبي حازم ده أدرك العشرة أبو بكر والتنازل والصحاوة وقل من أدرك العشرة مع قيس بن أبي حازم فالإسناد كالشمس وضحاها فلما التفت لابن أبي دؤاد وقال له ها ما تقول في هذا جاب لك حجة ها حدثنا فرانا 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 تردابي قال له والله يديني فرصة البكر وأمنازل على علي بن المديني الحكاية اللي الخطيب رواها دي الباطلة اللي أنا بحكيها دي موجودة في كتب شتى بكل أسف وذلك أنا بنبه عليها النهاردة أنها باطلة والخطيب أبطلها ويا ليت الذين نقلوها في كتبهم نقلوا كلام الخطيب البغدادي لأنه أبطلها فيه بعد الحكام بشارة فتقول الحكاية بن أبي دؤاد نازل على علي بن المديني وكان مملقا فقيرا لا يملك شيئا كان في بغداد فأم أول ما رحله دخل عليه ودله عشر تلاف درهم وما سألوش عن حاجة خلاص وبعدين أمر جعله تاني وقال له قال له حديث الرؤية حديث جرير ابن عبد الله اللي ما أحمد قاله ما تقول فيه قال هو صحيح قال لي إليك حاجة الدهر أنا بقى أتيل طلع لي في الحديث ده علة وداله خلعة وداله مركب يركبه وداله مش عارفه وغير العشر تلاف وداله حاجات كتير قوي وقال له شوف بقى دور له على علة في القصة دي فما قال له يعني قيس بن أبي حازم كان أعرابيا يبول على عقبية فباس راسه وقال له شفيتني بس المشكلة الكبيرة إنه ده جاهل وهيروحي عشان ينظر أحمد بن حمل بحي دي المشكلة لا يعرف قدر أحمد وفاكر أن أحمد بن حمل لما يقول له قيس بن أبي حازم يبوله على عقبية إن أحمد بن حمل سيسلم له بالكلام ده بس رجل جاهل فالمهم تاني يوم آمي بن أبي دؤاد باء قال للمعتصم يا أمير المؤمن يحتج علينا بقيس بن أبي حازم وهو كان أعرابيا يبوله على عقبية فقيل بقى إن عرف إن علي بن مديني هو الذي أعطى هذا لابن أبي دؤاد فقاطعه الإمام أحمد قاطع علي بن مديني أجلي هذا لا إمام أحمد ما قاطعش عشال قصة دي لأن هذه قصة باطلة ما حصلتش من أصله وحاش لله أن يبيع علي بن مديني دينه بالعشر تلف درها كانوا أدينا وأتقى لله عز وجل من أن يفعلوا هذا والخطيب يعني جزاه الله وخيرا انتصب لتفنيت هذه القصة وآتى بقول علي بن مديني في قيس بن أبي حازم وإن هو رفع للسماء وقل من أدرك العشرة مثل العشرة من أبو بكر الصديق لحد العشرة من الصحابة المبشرين بالجنة يعني مثل قيس بن أبي حازم لكن الإمام أحمد غضب من علي بن مديني ولم يحدث بحديثه وإن كان أبقاه في المسند وهذا يدل على أن الرواية التي وردت أن الإمام أحمد شطب حديث علي بن مديني من مسنده هذه رواية لا تصح لأن حديث مسند أحمد الآن فيه أكثر من ستين رواية عن علي بن مديني لم يشطبها الإمام أحمد من مسنده لكن الإمام أحمد يعني غضب من كل من أجاب في المحنة وكان يتمنى لو صبر هؤلاء على السياط ولكن يعني ديه مسألة عزائم يعني الرجل الفاضل قد يبتلى ولا يصبر قد ينفسق عزم قلبه وهذا لا يؤذيه ولا يضره في علمه وفي دينه لا سيما إذا رجع وتاب وأعلن عرس الأشهاد أنه لا يقول بهذه المقالة الحاصل يعني فيه ترجمة من ترجمة علي أنه ثقة ثبت إمام جبل حافظ قل ما شئت قل ما شئت وحتى أن العقيلي رحمه الله لما ذكر عليه المديني في كتاب ضعفاء الكبير شن الذهبي عليه الغارة في كتاب ميزان الاعتدال بنقدة بجال وكنت أتمنى أن يخفف الذهبي من حدته في هذا لأنه كان ممكن الذهبي يعبر بأخف من هذا لأنه يعني هاجم 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 العقيلي مهاجمة قوية حتى قال له أفما لك عقل يا عقيلي أتدري في من تتكلم تتكلم لكنه الذهبي دافع عن ابن المديني دفاعا مجيدا أرجو الطلبة اللي عنده ميزان الاعتدال في نقد الرجال الذهبي يجيب ترجمة علي بن عبد الله المديني ويقرأ كلام الذهبي في هذا فإنه كلام نفيس أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ألي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين زكرينا بالمثنى والوليد هم عباد الله في الزمن المجيد